دافي حياته كانت مليانة بالاختيارات الصعبة والمصرية من الكوات المسلحة للسياحة لعالم السينما والنجومية مش كل الناس كانت متفق معاه في اختياراته لكن هو في دل واصق وشجاع في تحديد أولوياته في الحياة عشان كده شرف لي أنه دافي النهاردة يكون النجم الكبير والإنسان العظيم أستاذ محمود أبيل أهلا وسهلا أهلا بيك نورنا حضرتك حياتك مليانة بالمحطات المهمة بس خلينا نرجع للطفولة خاصة أنك كنت طفل بتعشق التاريخ وبتحب الشخصيات التاريخية زي أليكسندر زي نابوليون بونابار فأنا نفسي أعرف مين وإيه اللي حببك في التاريخ بالشكل ده حاجة الواحدة كده حبتها الواحدة يعني مين شجعني؟ والدي كنا منروح سينما كتير كان فيه يوم في الأسبوع والدي كان يوخرج معنا ونروح سينما أمير أو سينما أفلام كبيرة الحاجات دي اللي بتشوفيها في السينما بتخليك تحلمي فالحلم عندي الترجم إن أنا كنت أجيب ألب الكابريت وأنزل في الجنينة والكابريت بيبقى بني آدم وبتدي بقى ألعب مثلا حتة الطينة تبقى جبل الوردة تبقى شجرة وأتخيل حاجات كنت عقض بساعة ساعتين وكان والدي يقول لهم سيبوه التاريخ أنا تاريخ تاريخ فرنساوي ليه عشان كنت في ليسي فلقيت نفسي غرقان في التاريخ غرقان غرقان يعني يعني بقى يا أتفرج على فيلم حلو يا أنزل ألعب الكباريت بتاعتي يا أقرف كتاب تاريخ وكان فيه مكتبة جنب السينما اسمها لاجيتي في إبراهيمية في اسكندرية كنت أروح أجيب الكتب ساكند هاند من هناك كتب تاريخ بس يعني كنت أخذ مصروف بتاعي وأجيب كتاب تاريخ وما ذكرش كنت خيبة في المدرسة يعني ما فما قدرش أقول عليه أن أنا كنت من التلامزة النوابغ لا أحب أحلم أحب أرسم ده الجو اللي أنا اللي أنا كنت فيه إن كتب التاريخ بقت هي الحاجة اللي بتخليني أحلم ووالدك شجعك على إنك تحلم وتلعب ويعني تهتم بالتاريخ وتهتم بالسينما لكن في سن 11 سنة فقدت والدك وآخر ثلاث كلمات قالهم لك كانوا مصر، النيل، والسودان فطبعا يعني مش قدر تخيل إن واحد يبكت أبوه في سن صغير أكيد كان شيء مؤلم لكن كمان عايز أسأل حريتك يعني تفتكر ليه قالك الثلاث كلمات دولت هو ما قاله ليش أنا هو ما قاله ليش أنا هو كان في شب كومة ومات الخميس بالليل ساعة عشر وربع يوم ستة عشرين مارس تسعة وخمسين كان بيقول كلام بيكلم وبعدين قربت منه كده عاوز أسمع بيقول إيه؟ ليته قال كده مصر، السودان، النيل، مصر، السودان، النيل، فدي آخر كلمات قالها قبل ما يتوفى يعني يعني هو توفى بعد كده بس آخر حاجة سمعتها منه كان شايف حاجة احنا مش شايفينها مش عارف وانت لسه في المدرسة التقيب المخرج الكبير يوسف شهيد ولما قبلك أول مرة أعرض عليك أنك تمثل في فيلم تاجري يوم جديد مع الفنانة الكبيرة طبعا سنة جميل سنة يومين ما رفقتش؟ رفضت لأنها قالت أنك كنت صغير في السن عيشت عمالية الربض دي بقى إزاي؟ يوسف رح قال إيه؟ المساعد بتاعه كان سمير سمير نصري ساعدة قال له سمير خذ محمود جوه على فاكرة أنا بعد كده وكان يوسف معي رحمه قلت لها قلت لها أنت حطمتي حطمتيني وهي طلطم أنا إزاي عملت كده؟ قلت لها كان ليك حق أولا طبعا بعد ما والدي توفى كان الحل الضحتر خالص ووالدتي ابتدت تبيع في أرضها عشان تخلينا عايشين في المستوى بتاعنا بس كان معروف يعني الزنق وكان والدي الأسهم بتاحته كان كلها تأممت في شركة اسكندريري التأمين كانت وضع صعب التلفزيون لما طلع ما كناش عندنا تلفزيون فالتلفزيون زي ما بقولك مش ما كناش إمكانياتنا ما كنتش عندنا نحن أيضا نشتري تلفزيون أول ما طلع سنة ستين كنت بروح أذاكر مثلا عند واحد صاحبنا فيبقى عندهم تلفزيون فاتفرق فاق بالصدفة شوفت الفيلم باب الحديد تخيالي بقى ان انا تخيالت ان المخرج ده ما يشوف شهين ده انا هشتغل معه في يوم الايام ساعتها اه كان سني كانت ماشغل سنة 13 سنة حمسل اه حمسل كده طب ازاي طب ايه إمكانياتك معرفش حمسل شوفت باب الحديد وتخيالت ان انا في يوم الايام هشتغل مع المخرج ده بس رغم نصيحة يوسف شهين انك تخش معهد سينما اخترت الكليه الحربية فانعايز اعرف الاختيار ده عملتوا ليه خاصة انو كان ضدي رغبة والدتك كمان والدي الحقيقة هي كده ظروف الحقيقة بتبقى ظروف يعني مثلا لو كان والدي عايش عمري ما كنت هاخش كل الحربية وبعدين لو ما قابلتش يوسف شهين عمري ما كنت هفكر ان انا نخش معهد السينما بتلاقي نفسك بتمشي في حياتك في المحطات دي مش انتي اللي بتختاريها الظروف اللي بتختاريها انتي اه بتختاري تعملي ايه عمسل كل الحربية اه ممكن اقولك وطنية مش وطنية لا هي ما كانش وطنية كمان كان اه 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 كنت شايف كل القرايب والديتي الزباط وزباط ساعتها كان هم هم كل حاجة فاقلت احسن حاجة ان انا اساعد والديتي وتقرايب جدا من والديتي ومن ظروف اللي هي بتمر فيها فاقلت كويس كل الحربية سنتين واتخرج الظبط باخد مهي كويسة وممكن ساعد والديتي او ما بقاش حتى حمل على والديتي وده الاختيار مع ان يوسف شهين قال لي معهد السينما ورحت والد الاستاذة فريدة فاهمي كان استاذ حسن فاهم تقريبا دكتور حسن فاهم كان هو اله قال لي يوسف تقريبا يعرف كل حاجة عن سينما من القرايات اللي انا كنت بقى رأى من الافلام اللي انا بصفر فقال لي لا لا انت مقبول روح جيب بس المصاريف وخلاص اعتبر نفسك مقبول بس انا فكرت طيب لو هعمل كده يعني بقى لازم اجي مصر طب حاعد فين طب والديتي هتصرف ازاي طب حبقى برضو حم لا اخش كلية الحربية الكلام ده اول مرة اقوله على فاهم اخترت ليه كلية الحربية اخترت كلية الحربية عشان كده حبيت كلية الحربية عشقت كلية الحربية اللي انا وصلت له ودينه للفترة اللي انا قادتها في الكلية الحربية وفي القوات المسلحة الكلية الحربية وظروف الحرب بعد كده جالي الحظ انك تشفي نفسك انك تعرفي على حاجات في نفسك اكتشفت ايه من التجربة دي؟ خاصة انك عشت فترات صعبة جدا طبعا مع الناكسة والهزيمة اكيد دي كانت مرحلة صعبة مش بس على البلد بس على جيل بالكامل يعني في كلية الحربية اكتشفت ان انا مش هعمل اللي بيتعمل فيها في الطلبة اللي هتقش بعد ايه ما التملك النهائي يمسك الطلبة بتاعتها اعداد يمسح بكرمتهم والارض الحاجات اللي كانت بديني كنت بحاول اسهلها على التجنين بتقطع عسكرية مية مية بس ما كنتش مثلا اتسلى على واحد او احاول اجرح شعور واحد او او ازل واحد اللي كانت بتعمل فيها ما عملتوش لا الحرب طبعا ان جالي لحظة اختيار ان انا تركت في الموقع بتاعي ومعايا اربعة وخمسين جندي ومتحاوت من كل حتة وجات عربية تايها وكان في فرصة ان انا اركب العربية دي واسيب العساكر انما قررت ان انا لا اركب العساكر التعبانة او المصابة العربية والبشاويش عبدالله اللي هو كان كبير في السن وقاعد يكلمني عن ابنه بتاع فحتى قلت له الروح اطمن على ابنك يعني كان اختيار حياة اموت اخترت ان انا اموت اموت احسن من انا اعيش واسيب الجنود دي اللي كانوا نفسهم ان انا انجا يعني شو في بقى يعني يعني بتكتشفي حاجات بتكتشفي حب الناس بتكتشفي ان بتكتشفي عزمة الجندي المصري عزمة الجندي المصري في الانسحاب فيه كمين كمين يعني افراد كتبعتهم كنقطة انذار يقولولي ان العادو جاي والعادو كان جاعد يضرب اللي كوبتراته فافتكرتك احنا ماشيين لما قررنا ان احنا نمشي ومشيت العربية فافتكرتك كمين فعاوز اروح فجالي عريف اسمه جابر عبد الكريم ومعات تانين وقالي راح فين ساتك وقال له راح انبه عليهم بتاقلي لا قال على الساعة بتاعته والدهالي وراح مرجعش دي عظمة الجندي المصري يعني عارفة مسكون يوم يومي انا فداكة فن وده الانسان يعني ده بتوصلي لما بقولك الواحد بتكشف نفسه ده الانسان ان لما بتدي بتدي بحب وبتدي بامانة مش بتدي عشان مصلحها اللي هي الغير مشروط الحب الغير مشروط في فيلم الحب تحت المطر كان فيه جملة مؤثرة جدا الشخصية اللي بتمثلها قالتها انه لما بترجع من الجابهة بتحس انك داخل بلد تانية وقدي كده الجملة دي مؤثرة لانها بتوري معاناة الشاب اللي عايش حرب الاستنزاب ما شاعرك بقى كزابط وكشب كانت عاملة ازاي اه فعلا كلمة اللي تقالت ان الواحد كان حسن ومحتاج جواز صفر عشان يخش القاهرة بلد تانية كانت تمرينة شغالة شرع الهرم كان احلى ستيريو موجود فكانت صعبة جدا صعبة جدا حرب الاستنزاب والواحد يرجع يلاقي مفيش حد حاس خالص خالص والناس بتشتكي على حيات تانية استاذنا جي محفوظ في حب تاعة المطر يعني شافها وحسها وترجمها وطبعا كان سيناريو الاستاذ ممدوح ليس الله ارحمه وقراك حسين كمان حظي كان هايل ان انا اشتغل في هذه المجموعة رغم اهمية افلام زي الحب تحت المطر والعصفور الافلام دي نزلت في توقيت صعب جدا على البلد ومعادتش في السينمات هل ده اثر عليك كفنان هل احبطت من الفترة دي؟ او لا اه طبعا كان نفسي ان العصفور يقعد زيادة او الناس تاخد بالها حسين كمال شافني في العصفور عشان كده اختارني في حب تحت المطر جالي مرة أوردر على البلد ساعة 12 لمقابلة المنتج رامسيس نجيب فاروحت له قال لي ايه الهباب اللي انت بتعمله ده بتولها فن قال لي ايه الهباب اللي انت بتعمله ايه فيلم العصفور ده العصفور؟ ما فهمش منه حاجة انت بتعرف تتكلم مع يسف شاين؟ قلت له اه بعرف قلت له حضرتك جايبني هنا عشان تقطمني قال لي لا قلت له لو كل حاجة وحشة كده انا بعمل ايه هنا؟ قال لي يعني انت فيك شاف انك فيك امل فكرت ماسك نفسي يعني عارف ابا سسلو كده قلت اشوفها في السينما هي دي ممكن السينما الطريقة بتاعت السينما فقلت له هم في امل طيب قال لي اه مسكت بتاع خد التليفون ده الاستاذ حسين كمال هيرد عليك وهتقول له انا متشاكل جدا انا استاذ حسين انك رشحتين في الفيلم اللي هينتجه الاستاذ ممسيس نجيب انا رحت قلت له كده عشان حسين كمال انا متقانع معاه في حب تحت المطر مرة واحدة قلب علي في اخر الفيلم في حب تحت المطر قلب علي قلب علي ما عرفش ليه فكان قلب علي يا حسين كمال فكلمته قلبه ايوه احسين انا محمود قبيل ايوه انا بكلمك عشان اشكرك انك انت رشحتني في الفيلم بتاع الاستاذ ممسيس نجيب ممم بيقول لي انك انت بتحب البطلة بتاعت الفيلم قلت له امك البطلة بتحبني قلت لأ بعد عن الموضوع ده اي لا حلوة ما عندناش بطلات بتحبك بعد كده قلت له حاضر ما فيش بطلات بتحبك وكان الفيلم بعيدا على الارض مع ناجو ابراهيم ومديحة كاملة الله يرحمها وهو الاستاذ محمود ياسين طبعا حسين تسلى عليها بقى طول الفيلم تسلى عليها تسلى عليها بس استمرت الصداخة مع حسين كمال مش ممكن يعني الجدع ده انا انا حبيته بني ادم جميل جدا 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 صلتي وصداختي بحسين كمال استمرت برغم ان صلتي بيوسف شاهين ما استمرتش زي ما كان مفروض استمرت كان بيقول عليا ابنه بيقول عليا ابنه طبعا انا مش وحش كده بس طبعا متكلم على بيوسف شاهين هو اول مرة قابلك فيها قالك جملة مهمة جدا لما قلت له ان انت متعرفش تمثل قالك مش مهم المهم انه الكاميرا تحبك بعد سنين الافلام والمسلسلات هل مؤمن بالكلام ده؟ حقيقة لا يعني اقولك ليه حسين كمال قالي اعودك تفهم حاجة ابنه السينما والشاشة كده 90% الشكل و 10% تمثيل والكاميرا اللي احبتك هي دي 90% طب حدرتك بقى مؤمن بايه لا لا انا مؤمن بالدراسة انا انا بندم ان انا ما اولا مخدتش شغلي بالجدية اللي مفروب تمتاخده كان بي نسبالي يا بقى عامش قدام الكاميرا ما خلاص بقى اي حاكة ما قالولي كده وبعدين يوسف شهين و حسين كاميرا قالك 90% احى ايه في اعمال حبتها و اشتغلت فيها بس مش بالجدية الكافية انا لو لو حعيد الكارة تاني لا انا كنت ادرس و ادرس اخراج يعني دي حاجة انا حاسس بيها دلوقتي الحلم من الاحلام دلوقتي انا مش بحلم ان انا بقى ابو مصر انا بحلم ان انا بقى مخرج حاسيت ان التمثيل حاجة لازم تتاخد بجد و بدراسة في مدارس مختلفة و في يعني انا اللي بيهمني دلوقتي ان انا عاشق الفرجة على الافلام و الفرجة على الممس التمثيل الحلو مبقرة يعني مثلا مثلا اشوف مثلا براندو مثلا طب بتدت ازاي طب عمل ايه طب بتاع طب مدرسة ايه جيمس دين طب بول نيومن طب مين اللي يكلم وورين بيتي طيب بعد كده تشوف بقى سيدني بواتيه لما تلع طب سيدني بواتيه شجع مين مين تلع بعدي لغاية عرفة لما تقري وتقري برضه على الفن المصري مع ان دا جا متأخر بالنسبالي يعني مثلا انا بعشق اه الرحاني يعني عالمي عالمي نجيب الرحاني دا عالمي اه بحشق محمود المليجي اه اه بحشق محمود مرسي عرفة بقى بقى قهد كده قدامهم وطبعا الأجيال بعد كده لهم كل الاحترام اه بحبهم بحترم تمثيلهم بس دي علامات دي علامات ما ما بتتكررش طب دلوقتي حدرتك من تجربتك الحياتيال طويلة والأفلامك اللي تتيرة والمسلسلات الكتيرة المخرج بيدور على ايه في الممثل؟ مخرج بيدور على ايه في الممثل؟ بس ان حضرتك كلمتي على المخرج عشان احنا حاليا مفيش مخرجين عشان كده الفن بتاعنا رديق جدا وفي علامات مضيئة اللي هي المخرجين الشبان اللي بيشتغلوا مع الشبان اللي هي لسه محافظين على مركز المخرج او هبة المخرج انما لو الشاب ده وقع في ستار وما عجبوش مثلا حغيروا الاضاءة مش عجباني لا غير مدير الاضاءة الديكور وحش لا 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 غير المخرج انا بتقلم وانا بقول كده عشان انا شفت المخرج 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 هو يعني رب العمل لو خدش اي واحد عمل خدش في سورة المخرج دي او مكانة المخرج ده هتبقى مصيبة هتبقى عمل لا طعم له المخرج عاوز ايه من الممثل؟ على حسب المخرج يوسف شهين لما جيت قلت له انا حفظته بتاع انت عاوزني اعبقى فقى نيمود ما ارشي بتاع قال لي قال لي نيمود ايه انت بتاع هتعمل لي بتاع انت قعد كده وقول الكلام انا الاضاءة بتاعتي والكاميرا بتاعتي وبتاع هي دي اللي بتمثل انت تفكرين نفسكم ممثلين ادي مدرسة حسين كمان لازم يمثلك الدور قدامي وبعد يقولك هتعمله مش زي انا بس فهمت طب مين المخرج اللي حسيت ان هو طلع منك حاجة حقيقية ومختلفة؟ يعني لما تفرجت على المسلسل او الفيلم ده حسيت ان انت اكتشفت نفسك كممثل هاني خليفة هاني خليفة لعبت النسيان هاني خليفة هاني خليفة قلت في نفسي بعد ما اشتغلت معها ده لو كنت قبلته ايام الجولدن ايج بتاعها افشل ياهو كان هاخد اوسكار يا انا هاخد اوسكار طب ايه اللي بيميزه؟ اولا الهدوء تحسي بالثقافة تحسي انه هو بيحب الممثل وعاوز احسن حاجته وده اللي يعيد معاك يعيد معاك يعيد معاك لغاية لما يطلع طب حاجة فيك وانا حسيت ان في شغلي معا في لعبة النسيان حقق الي يمكن الحلم بتاعي ان انا ادي الماكسيموم بتاعي وحس ان انا اديت الماكسيموم بتاعي طب ايه نصيح لك وتتتمنى انو حد يديها لك قبل ما تخش بقى مجال السينما والفن؟ اه ادرس ان انا ادرس لو سبنا بقى السينما شوية ورجعنا للحياة ايه الدرس المهم اللي تعلمته بس دفعت تمن وغالي؟ ان ساعات الصدق ممكن يجب لي مشاكل جيد كبيرة جدا 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 مشاكل زي ايه؟ لما شوف حاجة غلط بقولها ما ليش ضعوة حاجة غلط حقولها حاجة غلط فالصدق الصراحة ساعات بتزعع الناس كتير قوي منك فالنصيحة ان لوحد يبعد عن الناس دي بس ما يزعلهاش طب امتى اكتر لحظة حسيربيا بظلم؟ كنت استفرت زيارة لإسرائيل كان بعد كيم ديفيد وكنت في شركة سياحة وشركة سياحة دي كانت واخدة جي اس اي جانرال سيز ايجن بتاعت اول طيارة بتروح بين القاهرة وتل قبيب لما تقال لي انك لازم تيجي فرفضت انا كنت اخر حاجة سلاح خدمتي فيك كان مخابرات حربية واستطلاع فطبعا روحت لمخابرات العامة طبعا من القاوم قلت لهم اسافر ولا مسافرش عاوزيني اسافر انها فعملي فقالوا لي لأ اسافر ومستعلن بكرة عشان ننصق مع بعض والمهم تم التنسيق فروحت ورجحت ولقيت بعد كده اولا كان جماعة الدول العربية كانت تحت راحت تونس ولقيت راديو منتكر اللي امطراها قائمة سوداء ومطلعين قائمة سوداء وممثلين اللي راحوا اسرائيل ولقيت الافلام اللي انا حتى كنت متعاخدة عليها بتتلبي العقود كلها وكنت في البرايم بتاعي يعني كان ليا فيلم عامله مع مادام سعاد حسني الله رحمه وكان فيه فيلم لسه مع كان فيلم تاني مع مادام نجلق فتحيه يعني كان فيه كذا اتفاق وكذا فيلم وكذا فالمنتجين ما اقدروش موزعين خلاص مش عاوزين فطرح حتى يعني مثلا ودي ذكريات اللي مع شادية شالوا اسمي ما علقه فيش عشان يعرفوا بالزوج لقيت نفسي ما يعني الحاجة اللي انا بحبها مش قادر امر يساوه والسياحة نفسها لقيت ان بجي لنا تهديدات وجعت لي فرصة ان انا سافر امريكا في كافية مشروع ائلي الزراعي وكنت ساعتها لسه متزوج من ام اولادي فسافرنا امريكا طب من جواك ازاي عرفت تتخلص بشعور الظلم اكتر ناس مثلا كانوا بيهاجموني مثلا وقالوا ان انا متجاوز من اسرائيل وعند شركة سحف اسرائيل وبعارفه هو مش عارف ان انا عارف ان انا قريت اللي هو كات وقالوا حيا عرفت لو شايف ان انا فبتلاقيه بيعرفني وبعدين الله ده كان ده كان ضابط الله ده اتصاب في حرب الستنزل الله بيشوف زباط ضفعتي للغاية دلوقتي الله لأ فبيغايع الرأي في ناس بقى عاوزين يشوفوك زي ما انت ومش عاوزين يغيير رأيهم والغاية دلوقتي تلاقيه مثلا لو تروح انتجاه حولك حتى حيقولك ايه لا ده ما خدمش حتى في الجيش او حيقولك ايه ده كان ضابط احتياط انا بعتبر انهم مرضى مريض ربنا يشفي طب لو اتكلمنا عن امور قلطف شوية حالتك مريض بكسة حب كتيرة وزي ما بيقولوا في الحب وفي الحياة الانسان بيقرر نفس الاخطاء ايه الخطأ اللي كنت بتقرره مع كل قصة حب انا ما بحبه بتديه العطاء ده اللي انت بتديه بدون ساعات بيترجم على انه قدامك ياخدك انك انت تبقي مضمونة وانا ما حبش يبقى فيه اي تخطيط في الحب يعني بتحب يا ما تحبش حب يعني تدي نفسك كلك لو اتكلمت بيترجم اتكلمت بيترجم وتلقيني انا اللي بقى انا اللي بقى 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 ما اعتبرش ان دي غلطة عشان الحب مفروش غلطات الحب حب بس مش هتغير يعني عارفها انا بصدق كل حاجة تلقى لي عشان قدامي لما بيقول لي حاجة بصدق ليه حيجزب علي يعني ايه اللي بيجبرك او ايه اللي بيجبرها انها تقعد معايا انما اي حاجة غير صحيحة بتكشف ربنا بكشفها فدي من الحاجات اللي هي مثلا مش مفروض تبقى في قموس الحب اللي هو عدم الصدق والخداع حالتك حبيت وتجوزت وانجبت وانفصلت لكن لما اخدت قرارة من التنصال برضو قررت انه لازم تحافز على علاقة طيبة مع ام الولاد والاهم انك تحافز على ولادك حتى لو ده هيجي يعني على حساب مهنتك على حساب نجاحك ازاي عربت تعمل ده في المجال كله مبني على الانتشار والنجومية طب حبي الاولاد وحبي الاولاد هو يمكن اللي نجح علاقة الصداقة مع والدتهم اللي يعني بعتبرها يعني من اقرب الناس ليها حتى الان يعني طب ايه التجربة الحياتية اللي مرت بيها وتتمنى انه ولادك ما يعيشوهاش ابدا الانفصال عن اولادهم او البعد عن اولادهم ما اتمنهاش لهم ابدا يعني انا قعدت هنا في مصر واشتغلت جامد عشان يبقى هم عيشوا حياة كريمة في الولادة المتحدة مع امهم اللي وفقت انهم يبقوا مع امهم عشان بيحبوا امهم امهم برضو اشتغلت جامد عشان اشتركت في تربيتهم وانا الحمدلله رب انه قدرني ان انا ابقى معاهم لغاية اخر وقت انما كنت اتمنى واتمنى انهم ما يجوش فيهم انهم يبقادوا عن اولادهم خصوصا في الفترة اللي انا بعت فيها عنهم يعني وفي فترة ان انا كنت لما كانت قلدتهم حامل انا كنت بعتبر نفسي حامل معها يعني لما اتولدهم هيتنا مساعتين وانا مساعتين وانا اغير وبعدين هيتغير اشتركنا في كل حاجة فكت اخدهم انا واطلع بيهم على العزبة على الاراضي واعلمهم ده دورا وده برسيم وده بتاع وكت اركب معهم الجرار التراكتور فقعدت الفترة اللي هي من 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 اول ما اتولدهم لغاية لما بقى سنهم ستة وتمان سنين معهم طول وقت وبعد كده حصل انفصال قعدة مع مامتهم يعني كنت اه بروح كل سنة مرتين واعود بالأشهر وتمالي التصال موجود وبتاعهم يعني كنت بقول عشان اعزي نفسي يعني فيه ناس بيعيشهم مع اولادهم ومش ببقى فيه اي صلة بينهم وبين بعض وانا بعيد مثلا كده انما كل كبيرة وصغيرة يعني اعرفها عنهم وهم اعرفوها عني بس لا ده مش كفاية الوجود الوجود يعني اتمنى انهم ما يفوتوش ظروف زي كده لما حريك بتحضر اي شخصية اكيد بتتساءل اللي بيحرك الشخصية بتدور على ايه بتهرب من ايه لو سألت محمود قبيل ايه الحاجة اللي بتحركك ايه الحاجة اللي بتهرب منها وايه الحاجة اللي بتدور عليها الحاجة اللي بتحركني الرضا القناعة الحاجة اللي بحاول ابد عنها عدم الصدق الحاجة اللي بتمنها بتمنى احسن حاجة لولادي طب لو حياتك كانت فيلم او مسلسل كنت ساميته ايه؟ الرحلة والدك علمك حب الوطن الجيش علمك حب الالتزام الحقيقة علمتك انك يبقى عندك اولويات واضحة ايه الدرس المهم اللي تحب تعلمه لولادك؟ اي حاجة تختارت اعملها في حياتك اعملها بحب دي كلمة السر اشتركوا في القناة